اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة انا داليا الصادق اللي بتابعني اول مرة قناتي قناة منوعة ان شاء الله بتلاقوا فيها كل اشي بتستفيدوا منو ويكون المحتوى مفيد اليوم ورشتنا ورشت انو نعمل ليفة بالكرشة كتير حبات المشروع وكتير بيجنن بحس كتير بيفيد الناس اللي بتتحمم يوميا لانو القطن بيكون كتير خفيف ومنو عشان يعني النظافة الشخصية كتير حبيتهم كنت عاملي اول مشروع تجريبة بخيوط شقر كريم صراحة الخيط كتير حلو بيجنن ومع الاستخدام كمان بيضل محافظ على حالو الخيط اللي اليوم استخدمته اللي هو كان هاملايا هوم كوتون بصراحة ابدا ما عجبني في كتير وبر يعني بس انا حاولت اني قد ما في اعمل في الورشة لانو خلص يعني اشتريته بس الصراحة ما كتير حبيته ما بنصح فيه يعني غير اذا اوكي موجود عندكم استغلوا بس صراحة للمشاريع الكبيري ما بعتقد رح يكون حلو الخيط فيه هيك بيوبر مع الاستخدام انا مو كتير حبيته الصراحة رح تلاقوا كل الاراء عنو بالانستغرام عندي لانو كنا حابطين علي البنات اللي استخدموه اللي عملوا فيه اشياء بمشاريعهم وهدول هومي مشروع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم ونطره كل تطبيقاتكم كمان وهلا يلا نبلش الدرس وهلا رح نبلش باول خطباتو رح نعمل هذا اللي بتعلق على عند البانية عشان تنشف الليفة وبعدين رح نعمل الدائبة التكوين اللي رح يتكون منها كل اللي فيه هلا رح نجيب هون في شغل بدي اياكم بتركزو فيها عشان بعدين رح تعرفو اش هي لما نعمل حلقة البداية مش احنا بنعمل هيك على السنارة لا انا بدي اياكم تخلوها واسعة مثل هيك لانه هاي اللي حنكون فيها هاي الغرز للتزايد فعشان ما تكون عليكم صعبة خلوها انتوا واسعة من اولها واعتبروها انه هاي هي اول سلسلة اوكي يعني هاي اول واحدة رح نخليها هيك واسعة شوي اوكي ورح نشتغل عادي بسلسل هلا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة نشر احداش تناش تبتاش اربطاش خمستاش ستاش سبتاش تمنتاش تسع امتاش تسع امتاش عشرين احد عشرين اتنين وشرين تلات وعشرين اربع عشرين خمس عشرين ستاشين سبعة عشرين تمانية عشرين تسع امتاش تلاتين بحيث تلاتين رح يطلع مناسب اذا انتوا حابين كونوا اطول من هيك الحبلة اللي تعلقوا فيه اللي فيه انه اتس اوكي زي ما ربطكم يعني هلا بعد ما نعمل السلسلة نخليها مستوية رح نسكر بمنزلقة باول غرزة اللي هي قلتلكم خلوها واسعة بعد ما نسكر السلسل بعد ما نسكر السلسل باول السلسلة نسكروها هيك عشان شو يطل عندكم مساحة واسعة نرتفع اول سلسلة ونكمل جو هاي السلسلة خمسة وعشرين حشوة واحد ادان تلات اربع خمسة طبعا هي رح تصير تديا انتوا بتبحثوا الغرز هيك وبترجعوا بتكملوا لحد ما نعمل خمسة وعشرين غرزة كل ما تحسوا انه الدائرة اديقت بترجعوا الغرز لورا وبتكملوا لحد ما نكون اعملنا الخمسة وعشرين حشوة هلا بعد ما خلصنا كل الحشوة باقي اخر غرزة رح اعملها واللي هي الخمسة وعشرين وهيك منكون خلصنا المسكة واول بداية الغرزة هلا هرح نبلش الدور الثاني الدور الثاني رح نيجي باول غرزة حشوة عملناها نعمل منظلقة ونرتفع سلسلتين اه لا رح نرتفع ثلاث سلاصل ورح نعتبروا اول عامود ورح نشتغل بنفس المكان كمان عمودين يعني يعني يعتبر اشتغلنا ثلاث اعمده هلا بالغرزة اللي بعدها رح نشتغل كمان ثلاث اعمده بنفس المكان بعد ما نخلص رح نشتغل كمان بالغرزة اللي بعدها ثلاث اعمده رح نضل نشتغل هادا التزايد على الخمسة وعشرين غرزة اللي عنا لحد ما يكون لاخر الدور رح يكون عندنا نشتغلنا خمسة وسبعين غرزة حشوة رح نكمل كل ياتا بنفس المبدأ وهلا هون خلصنا الخمسة وعشرين حشوة عملنا فوق كل واحدة ثلاث غرز هاي عملناها اوزا نعمل كمان ثلاث عرميد بنفس المكان ونكون خلصنا كل الدور ونسكر بتالت سلسلة بالارتفاع ونسكر مزلقة وهيك منكون عملنا اعملنا اول الدور رح يكون عندنا الليفة شوي شوي هلا مبدأ الليفة كتير سهل ما بدي اعقدها عليكم قاعد احكي لكم نطول الفيديو على الفاضي مبدأ انه هي تكبر معكم بهذا الشكل بس انك تتزايدة هدا هو هدا هو كل المشروع انك انت بس طالك تتزايدة تتزايدة بكل الدور لحد ما توصل لشكل الليفة المناسب بديك ياها صغيرة بديك ياها كبيرة بس هو هدا كل الموضوع يعني هلا رح تلاحظوا انه الخطوات كلها مكررة نفس الشي رح نرتفع مرة ثانية ثلاث سلاسل وبنفس المكان اللي ارتفعنا فيه رح نشتغل كمان عمودين ورح نحسبهم هيك اول ثلاث عواميد ورح نكمل هلا على كل العواميد اللي عملناها من الدور السابق كمان فوقهم ثلاث عواميد يعني هدا هلا اول عمود رح نشتغل فوقه ثلاث عواميد كمان ثلاث عواميد ورح نكمل شغلنا بالضبط نفس الشي فوق كل عمود كمان ثلاث عواميد هو التزايد هو اللي بيكبرنا الشكل بس ورح يتضلكم تشتغلوا نفس الشي لحد ما تحسوا انه هدا هو الحجم المناسب اللي بدكم اياه وكل دور نفس الشي نفس الخطوات ما في اي شي باختلاف فوق كل عمود ثلاث عواميد فوق كل عمود ثلاث عواميد لحد نهاية ثلاث عمود السطر ورح تكون كتير واضحة عندكم لانه العواميد خلص يعني راسها بيكون كتير واضح فرح تعرفوا انه اقربته لاخر السطر وقت ما يخلف عندكم الدائرة ثلاث عواميد وهيك هنكمل فوق كل عمود ثلاث عواميد وهيك على فكرة بيكون اصلا خلص الفيديو بس انا راح اعمل كم سطر معاكم عشان تكون الفكرة واضحة 100% طريح اخلص هذا الدور واجيلكم على الدور اللي بعده طبعا وانتو عم تشتغلوا حتحسوا حالكم انكم تايهين وانه في غرز كتير وهيك انتو متخافوا ابدا اصلا ضلكم ماشين متل ما انتم ماشين فوق كل عمود تعملوا ثلاث عواميد واصلا اول ما تقربوا على النهاية على طول راح يبين معاكم سلسلة الارتفاع وراح يكون كتير سهل فانتم متحسوا حالكم ضايقين انتم اهم اشي تمشوا على كل عمود وتشتغلوا فوقه ثلاث عواميد وهاي هي كل القصة كل واحد يوقف لحد ما يحس انه الحجم مناسب انا هاي القديمة عملت فيها يمكن خمس ادوار هلا انا هون زغرت السنارة للخمسة طبعا كل ما كبرت السنارة كل ما الشغل بيكبر معكم اكتر ممكن هلا انا حتى اغير السنارة واعملها ستة او خمس ونص عشان تصير عشان تنفخ اسرع وتصير هيك مدورة اكتر وزي ما انتم شايفين بس هو الموضوع كله تزايد طول ما هو عم تمشي صح بالتزايد كل ما تبني سطر جديد رح يكون الشغل هو هو ما في اي شي زيادة عليه وزي ما انتم هلا شايفين هنا انا عم بكمل الدور واعتقد على الدور الجاي رح احط مقاز خمسة سوري رح احط مقاز ستة عشان تكبر معي شوي عادي طبعا انتم بتعرفوني لازم اغير بس المرض لان دايما لما اعمل معكم الفيديوهات بكون اعملتها اول مرة يعني فارح اخلص هاد الدور والدور الثالث رح استخدم مقاز ستة عشان يكبر معي هذا الخط اكبر سننار يعني مقترحها الخط خمس ونص بس بحس انه ستة كتير منيح و رح يكون كتير مناسب ما رح يكون يعني كبير ع الخط لان الخط سميك و هلا هون وصلنا اخر عمود من الدور السابق رح نرجع نعمل في ثلاثة عمودة و منكون خلصنا الدور الثاني كامل و بعدين نيجي عند اول ارتفاع ضفنة و ثالث سلسلة ننسكر ننزلقها بيكون اتكون عنا هم تتكون عنا الليفة هلا انا رح اغير السنارة و رح اشتغل بستة عشان تكبر اكتر متل هاي لانو حسيتها هيك صغيرة و رح تتعبني ف رح اكبر السنارة اي حدا بيشوف انو هيك مناسب بده اكبر بده اصغر هو عحسب شو بحب بوقف التزايد رح اشتغل الدور الرابع بس بسنارة هاني خلا بيشعلكم و هلا غيرت السنارة لا مقاس ستة عشان تكبر معي اكتر رح ارتفاع مثل البترون ثلاث سلاسل و رح اشتغل بنفس المكان عمودين هلا لما اشتغلت بستة كتير رح يفرق الشكل حتى انتو رح تحسوا انو رح تكبر معكم اسرق و نكمل و نكمل على كل العواميد مرة تانية ثلاث عواميد رح نشتغل نفس البترون ما في اي اختلاف فوق كل عمود ثلاث عواميد لحد اخر السطر ثلاث و هلا وصلنا لاخر غرزة رح نعمل اخر ثلاث عواميد فوقها و انا رح اكتفي بهذا الحجم لانه كتير حلو رح اسكر بمنزلقة و اقطع خيتي و هيك و هيك رح يكون عندي طبعا هذا الخيط بتنطفوه هلا اذا بتكم تعرفوا انكم كم دور انتو اشتغلته بتفتحوا هيك من عند البداية بتعرفوا واحد اثنين ثلاثة بتعدو و انا اكتفيت بهذا الحجم طلع حجم بجنن كتير حبيته طبعا هذا بتنطفوه بين الخيوط وبصير عنا هذا الحجم انا كنت عاملي هاي هاي اصغر منها بس قلت بما انه عملت هاي كبيرة هرح اصغر هاي هاي كنت عامليتها بشقر كريم وهذا بهملاي هوم كوتون باول الفيديو حاكي شفاي عن الخيطين و ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هاي الورثية و نطرة تطبيقاتكم و بشوفكم على خير بحلقة جديدة و ورشة جديدة باي باي موسيقى موسيقى